اشتركوا في القناة باستخدام آلة حدة امام منزله بقرية الاعلام التابعة لمحافظة الفيوم اذ رصدت كاميرات المراقبة في فيديو مدته دقيقتان لقطت من الجريمة انه منذ فترة زمانية مضت ما يقرب من اربعة سنوات تدخل زوجها في مشكلة لاخت المتهم وكانت واقفة على الطلاق وهو صالح بينها وبين زوجها وحصل وقتها مشاد بينهما من وقتها المتهم شايل هالو انا ما كنتش قاعدة مع جوزي دي كانت مرات عامه واضفت في حديثها قبل الوقع بساعات قليلة زوجي يتوضأ وصل العصر وطلب مني عمل كوب شاي وملحيش يشربه وجلس خارج المنزل برفقة شقيقه ونجل شقيقته وخلال ذلك فجئنا بالمتهم يحضر من خلفه وانهال عليه بالضرب وخرجت على الصوت وحاولنا ابعاد المتهم لتحضر اسرة القاتل وتقوم بالتعدي على ابن عبد الرحمن بالضرب المبرح واضافت كمنا بنقل زوجي لانه فارق الحياة في الحال مش هنعمل عزا إلا لما ييجي حق جوزي المتهم خلص عليه قدام عيونة وبنطالب بتوقيع أقصى العقوبة عليه تمكن من القبض عن المتهم وجرأ اكتياده إلى مركز شرطة الفيون وتحررها محضر بالواقع ووحيل المتهم إلى النيابة العامة في جلس التحقيق استغرقت عدة ساعات ومثل المتهم جريمته بالصوت والصورة وسط إجراءات أمنية مشددة لشرح تفاصيل قتل المجن عليه وقررت النيابة حبسه أربعة أيام على زمة التحقيق وجدد قاد المعارضات 45 يوما وعرضوا على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لمعرفة تعاطي إياها من عدمه واستدعت الشهود العيان لسماع أقوالهم ترجمة نانسي قنقر